مقالي ومقاله تسريب أم تخريب مش منفصل على الاستهلالية بتاعة المهندس عدلي اللي بدأ بها الحلقة الأزمة اللي أسيرت من مبارح بخصوص محمود عبد المنعم كهرباء فجأة نشر المصر اليوم لصحفي شغال معد في قناة نادي الزمالك وهنا ذكر الأمور بالوضوح هي دي اللي بتفسر كتير من الغموض نشر خبر أنه لجنة الانضباط والقيم والأخلاق في اتحاد الكورة ده الخبر عقبة محمود عبد المنعم كهرباء بالإيقاف 8 مباريات 8 مباريات طلع بعديها المستشار عزة خميس رئيس اللجنة قال أنه ما طلعناش خبر وما اخدناش قرار لسه لغاية كده المسألة ما انتاش عارف هل ده باللونة اختبار ولا شائعة ولا غرض صحفي موجه ولا ايه بالزبط ما انت شاورت؟ بص ما من مرة الاهل يلعب مباراة إلا لما تجد نفس المجموعة بنفس الأسماء بنفس التوجه أنها تعمل لك مشكلة فالكلام ده أستاذ إبراهيم والأسبوع الماضي حتى بعض اليوتيوبرز الزمالكوية المشهورين أشهدوا بموقف جمهور الأهلي اللي استاء من هجوم بعض الصفحات على نادي الزمالك والتعرض للكورة المصرية في شخص الزمالك وقال إنه جمهور الأهلي دعمنا لكن بتقول للمين؟ بتقول للمين؟ ده في قناة الزمالك قلت الأهلي اعتذر لك يا عم على البطولة العربية هنيئا لك يا مماصر مصر روح استمتع وإحسن تمثيل مصر بقى الوحدة إزاي إزاي نفس الشخص اللي هو ده يا أبا على إنه يخلق لك صعوبات الببراءة الشديدة بيسأل مصطفى الجويلي هو اللي تزارد عندك تفسير له آه هتجيبها هتجيبها آه آه والله يقضلين أصلي أني استغربت جدا هو أنت مش معني بشأنك ليه يا عم اتمنى النفسك الخير أنت الوقتي بقيت المماثل الأوحد لمصر مش ده كان طلبك مع طلع الجيش لكن لا بقى وإزاي لازم يطلع لك إن الأهلي مش عارف اترفض طلبه يا سيدي الأهلي اترفض طلبه اتكل على الله أنت بإذن الله ربنا كرمك حنقشها حنقشها لكن عايز أرجع لجزئة التسريب لأن دي مهمة جدا بس للأمور على فكرة مربوطة في نفس الحال تمام تمام لكن قضية التسريب يا جماعة قبل مباراة مهمة بـ 48 ساعة يحصل ده للاعب خفوا بقى عليه أمل في أنه يكون إن شاء الله في القايمة الأساسية للأهلي في تشكيلة المباراة تسريب هذا الشكل ده تسريب ولا تخريب هقول لكم نحيتين لو تسريب على اللجنة القانونية المختصة لجنة الانضباط والقيم والأخلاق تدافع عن قيمتها وسمعتها ومكانتها وهبت أخبارها أو قراراتها لأن التسريب من خلالها لا يليق أبدا أن أنت تكون بتستخدم بلونة اختبار أو جس نبض للاجنة فيها قامات قانونية وقضائية كبيرة جدا طيب ده مش تسريب ده تجرؤ على هيئة بهذه القيمة ما شفناش رد فعل لا من الاتحاد ولا من اللجنة إزاي ده يحصل استباق أحكام لأن أنا هنا هتكلم أن دي أحكام استباق أحكام بهذا الشكل لو هي صحيحة إزاي تسربت حنيجي للمشروعية بتاعتها بعدين بس لو هي صحيحة إزاي تسربت ولو هي مش صحيحة إزاي تفابريكت وتم التجرؤ عليها وفين الحساب بقى مرة لأنه محدش تحاسب لأن الاتحاد قال حاجة ولا اللجنة قالت حاجة سؤب النفي المغلف شوية بشيء من الجمهور بمناسبة الحساب أعصاد زبراهيم الشيء بشيء يذكر في كل مرة يحصل غلط طالما أن المدار منه الأهلي تسمع كلام إيه والوزارة مهتمة بعدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلة وتتخذ من التدابير والإجراءات ما يحول دون التكرار هذا الأمر لما حصل اعتداء من جمهور الإسماعيلي على حفلة النادي الأهلي الموسم الماضي كنا ننتظر قرارات أقوم ما طلعش قرارات طلع توصيات بتعمله إجراءات تحول دون هذا يوم يجي الماتش هنا في ملعبنا إيه الشطار تخلع بانر وتزوجه كأنك إيه اللي عملته يعني سرقت حاجة ووقفت تحتفل بها في الشارع إيه مجال الفخر فيدي يعني وأنا ما عجبنيش فكرة إن انتو خدتوا إيه ده بانر قديم قديم ولا جديد يعني إيه إيه اللي انتو صار في ده إنت دخلت أنا عندي في البيت وأنا داخل أعملك الشاي خد حاجة حطلتها في جيبها كونزلت وتقول أنا خدت من عنده هو ده يعيب مين يعني وبعدين قدوا الفرصة إن الجماهير ترد على بعضها وترد بشكل بقى يعني ممكن يبقى فيه مشاكل لا يليق يعني وده كله لأنه مش عارفين نحط حاجة في نصابة ولا عارفين فعلا نحاسب غلطة ولا نملع تكرار حدوثها طيب هنرجع تاني لقضية التسريب لأنه العجيب بقى أنه الصحفي نفسه المعد في قناة الزمالك يرجع يكتب في جرانه تاني أنه فيه اتجاه لتخفيف العقوبة بعد تسريبها ودي مصيبة تانية في حق لجنة كبيرة لأ وتحريد بقى ليه لأنه مبدئيا لا يليق أبدا بلجنة زي ما قلتلكوا فيها قامات قانونية كبيرة هتغير رأيها لمجرد أن الخبر تسرب ده تسريب الخبر في حد ذاته تجرر اصطناعه لو مش صحيح تجرر أخطر تخفيفه علشان تسرب مصيبة تالتة قولوا لي فين الحساب في الكلام ده أهو تحاد الكرة يدرس على فكرة مش تحاد الكرة اللي بيدرس تحاد الكرة ملوش علاقة بالموضوع أصلا دي لجنة انضباط وقيم وأخلاق منفصلة على تحاد الكرة وأنا هقول لكم مشروعيتها المنقوصة جات منين لكن بقت الاتحاد هو اللي بيدرس كمان لا ده كله فبصوا ده إحاق يا أستاذ إبراهيم هو عايز أن يبقى فيه عقوبة أصلا بحد الشأن لسه في عقوبة لما فيش عقوبة كويس فهو أما يقول لك تمانية بعد يقول لك تخفضت بقى ستة قال يعني كده جمهور الأهلي حيقبل وبالتالي يبقى كده جمهور الأهلي كمان الجامل في منطقة الخطورة نفس الطريقة اللي بيعملوها في كل مرة الأهلي يجي العمدش المهم وأصبح ده وضع محتاج التحقيق بقى يعني أنا أنا يعني مش قادر أفهم كيف لأحد أن يذكر النادي المنافس بهذا الإلحاح المستمر قبل المباراة المهمة وبتزييف الحقائق في كل مرة دون حساب طيب هنا يعني نقف عند فكرة بس لجنة التظلمات لجنة الانضباط والقيم والأخلاق اللجنة أصلا كان رئيسها المستشارة عبده صالح محمد عبده صالح اللي استقال مع كل السادة أعضاء اللجنة اللي معاه ودي كانت لجنة منتخبة من 2019 إيه الأصل في لجنة الاتحاد اللجنة القانونية ذات الصفة الاستقلالية أولا لجنة زي لجنة فض المنازعات واللجنة الانضباط والقيم والأخلاق ولجنة التظلمات والاستئناف دي كلها لجنة قانونية ذات صفة استقلالية عن مجلس إدارة الاتحاد ليه لأن هي يمكن أن تعاقب الاتحاد نفسه ومن الممكن تسائل وتاخد عقوبات ضد مجلس إدارة الاتحاد نفسه أنا هنا مش بجيب كلام من عندي الليحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم اللي نشرت في الوقاعة المصرية وتم العمل بها رسميا من بالضبط أول ديسمبر 2021 دي لايحة النظام الأساسي يا جماعة اللي بتاعة الاتحاد المصري المعتمدة من الفيفا الليحة دي بعد اعتمادها في 2021 نظمت العمل في الاتحاد بكل نظام ده الإعلام بتاعها في نشرها في الوقاعة المصرية الليجان دي المفروض منتخبة وحطه تحت كلمة منتخبة 20 خط ما حدش له سلطة تعينها لا مجلس إدارة الاتحاد ولا السيد الوزير ولا اللجنة الأولمبية الجمعية العمومية فقط هي اللي تنتخب هذا الليجان ده النص الصحيح والصريح في لايحة النظام بيقول ويلتزم مجلس الإدارة المنتخب بضمان إيه؟ انتخاب أعضاء الهيئات المستقلة من خلال جمعية عمومية غير عادية إذا لازم الأمر يعني ما عندكش جمعية عمومية قريبة عادية اعمل لها جمعية عمومية غير عادية عشان تنتخب هذه الليجانة المستقلة لأنه ما حدش له سلطة تعينهم وإلا لو جمال علاموا مجلس إدارته لهم سلطة تعينهم أو الوزير له سلطة تعينهم من يملك سلطة التعين يملك سلطة الإقالة أو الإبعاد أو التأثير لكن دي لجان ذات صفة استقلالية لأنها جهات قانونية ويقوم مجلس الإدارة بتنظيم الانتخابات الأولى لأعضاء الهيئات المستقلة والإشراف عليها اللي حين تشكيل لجان انتخابية بشكل سليم وذلك وفقا لللائحة الانتخابية بالاتحاد إذن الأصل في هذه اللجنة أنها لجنة منتخبة لجنة المستشار محمد عبدالصالح بتكوينها كلهم سادة مستشارين في الخدمة فلما حصل تطاول وتجاوز في حقهم كان قرار المجلس الأعلى للقضاء ما فيش قضاء يشتغلوا في اللجان دي وكله ينسح قضاء عاملين قضاء عاملين فأصبح الكل مشي حتى لجنة التظلمات والاستئناف اللي بيرقاسها لمستشار العدل الشرباجي وهو في المعاش كان معاه مجموعة تشكيل من السادة القضاء العاملين هم الرخرين نستقالوا هنا بقت لجنة التظلمات مش موجودة لجنة القيم قصدي لجنة القيم والأخلاق والانضباط مش موجودة إلى أن أعلن السيد وزير الشباب والرياضة عن تشكيل لجنة واستقبل السادة الأعضاء الرئيس والأعضاء المستشار عزة خميس والمستشار محمد شريم فاهمي نائب لي وكلهم قامات قانونية كبار جدا بس كلهم بر الخدمة في المعاش اللجنة دي أعلن عنها السيد الوزير وبدأت العمل كده هي لجنة معينة فأول حاجة الكلام ده من مشروعيته في مجلس إدارة الاتحاد هل تحتها خطوط لا ما هو كان ينبغي حقد جمعية عمومية المادة بتقولك كده عند الضرورة جمعية عمومية غير عدية ما هو لازم الأمر ما هو لازم الأمر ما هو لازم الأمر طيب انت قال لك احنا من حقنا نعين وفقا لله اللي حددت لك ايه لو استقال رئيس أو عضو يتعين حد مكانهم لحين عرض على أقرب جمعية هنا ما استقالش عضو ده اللجنة كلها مشيت فبقاش في لجنة فتم تعيين لجنة التعيين في حد ذاته يحط خطوط كتيرة على ما يصدر عن اللجنة ذاته للتشكيل القضاء الأجلاء الكبار هنا فيه مسل للمشروعية بتاعتها اي احكام تصدر منها او اي قرارات تصدر منها قابلة للطعن فيها لان دي مخالفة صحيحة وصريحة للاحة النظام الأساسي انك الاصل في المسألة الانتخاب الجمعية العمومية اللي تجيب الجمعية اللي تجيب اللجنة ما فيش جمعية عمومية عادية اعمل جمعية عمومية غير عادية لانه الامر لازم ده بالنص اللي انت بتقوله فالكلام على مشروعية اللجنة محتاجة مراجعة من قبل مجلس دارة الاتحاد لانه هو كمان المنتخب المفروض بتجيله ترشحات لسادة قضاء اجلاء او قانونيين وبيعرضهم على الجمعية العمومية الانتخاب هيئة منهم ما حصلش ده يبقى نخطه خطوطه وننتظر